الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد طاه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وسلام الله عليهم أجمعين أما بعد إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم وأذكركم بتذكير ودعوة غيركم ليعم الخير وينتشر العلم بارك الله بكم وحفظكم ورعاكم وسددكم ونبدأ بمجلسنا متوكلين على الله تعالى مخلصين له عز وجل قال الإمام الهراري رضي الله عنه الصفة التاسعة الإرادة الإرادة صفة قديمة قائمة بذات الله أي ثابتة لذاته يخصص بها الممكنة العقلية بصفة دون صفة لأن الممكنات العقلية كانت معدومة ثم دخلت في الوجود بتخصيص الله تعالى لوجودها إذ كان في العقل جائزاً ألا توجدها فوجودها بتخصيص الله تعالى فلولا تخصيص الله تعالى لما وجدت من الممكنات العقلية شيء لما وجد من الممكنات العقلية شيء يجب الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى متصف بالإرادة والإرادة هي المشيئة والإرادة هي المشيئة وهي صفة أزلية أبدية مستحيل أن تكون حادثة ومستحيل أن تتغير ومستحيل أن توجد شيئاً بعد شيء مستحيل أن توجد شيئاً بعد شيء فالله تعالى بمشيئته الأزلية التي هي مشيئة واحدة ليس الآن شاء لنا أن نجتمع وبعد قليل يشاء لنا أن نتفرق وغداً يشاء كذا وبعد غد يشاء كذا هذا مستحيل على الله إنما كل ما دخل في هذا الكون والعالم وكل ما سيدخل إلى انتهاء هذه الدنيا ثم ما يكون في الجنة والنار إلى غير نهاية كل ذلك حصل ويحصل ووجد ويوجد بتخصيص الله بمشيئته الأزلية لهذه الأشياء فهي مشيئة واحدة أزلية أبدية لا تتغير ثم إن الإرادة المشيئة تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض وبصفة دون أخرى وبوقت دون آخر ما معنى هذا الكلام؟ يعني الله تعالى بمشيئته الأزلية خصص آدم عليه الصلاة والسلام أن يكون بالصفة التي كان عليها وبالوقت الذي كان فيه وأنه يخلق أولا في الجنة ثم ينزل إلى الأرض ويعيش بقية الألف سنة في الأرض هذا شيء الله بمشيئته الأزلية خصص به آدم عليه الصلاة والسلام بمشيئته الأزلية خصص آدم أن يكون أول النوع الإنساني يعني أول البشر وأب البشر ولم يكن قبله بشر هذا بمشيئة الله تعالى حصل فالله تعالى بمشيئته خصص آدم أن يكون من حيث الطول كما ورد في الحديث طوله ستون ذراعا وعرضه سبعة أزرع هذا الحديث في صفة آدم لكن المشبه المجسمة يحملونه على الله تعالى فيقولون إن الله خلق آدم على صورته ماذا يقولون على صورته أي على صورة الله على زعمهم ولو كان كذلك قلوا لهم أكملوا بقية الحديث طوله ستون ذراعا فهل تزعمون أن الله طوله ستون ذراعا وعرضه سبعة أزرع هنا ينقطعون إذن هذا الحديث عن آدم وما معنى على صورته الصورة عائدة على آدم يعني على الصورة التي خلقه الله عليها يعني على الصورة التي جعله الله عليها أليس الله يقول في القرآن الخالق البارئ المصور المصور لو كانت هذه الصورة صورة لله على زعم المشبه المجسمة والوهابية لكان المصور لكن هو قال الخالق البارئ المصور خالق الأشكال والصور وعلى قولهم صارت الآية المخلوق المصور وحاشا لله وتنزه الله عز وجل فإذن إن الله خلق آدم على صورته الضمير يعود على آدم ليس على الله على صورته صورة آدم التي خلقه الله عليها بدليل بقية الحديث طوله طول من طول من هل على زعمكم الله طوله ستون ذراعا وقد سبقكم بعض المجسمة فقال طوله سبعة أشبار وتنزه الله وتقدس الله عن قولكم وعن قولهم فإذا قولوا لهم إن حملتم الصورة على الله فما معنى ما جاء في بقية الحديث طوله طول من طول آدم يعني الصورة لمن لآدم طوله ستون ذراعا عرضه سبعة أزرع هذا في صفة آدم من الذي خصصه بأن يكون بهذا الطول وبهذا العرض الله بمشيئته الأزلية خصصه بأن يكون بهذه الصفة ثم إن آدم عليه السلام أولاده الذين جاءوا منه كانوا أيضا إلى الطول ثم مع مرور الزمان صار ينقص الطول في البشر إلى ما نحن عليه اليوم إلا الأفراد فيهم الطوال جدا فإذا الله بمشيئته الأزلية خصص آدم بأن يكون على الطول الذي كان عليه والعرض الذي كان عليه وأنه أول النوع الإنساني وأنه لم يكن قبله بشر وأنه يخلق من جميع أنواع تراب الأرض وأن ملك الموت يأخذ هذا التراب ثم يصعد به إلى الجنة بأمر من الله ويخلط هذا التراب بماء من الجنة في الجنة ويأمر ويؤمر الملك ويؤمر الملك فينفخ الروح في آدم هذا كله حصل على حسب مشيئة الله الأزلية أي صورة آدم طول آدم عرض آدم وأن يكون من هذا التراب من ماء الجنة في الجنة ثم أهبط إلى الأرض وعاش بقية الألف في الأرض بقية الألف سنة عاشها في الأرض يعني آدم عليه الصلاة والسلام هذا حصل له ومعه وما به من صفات بمشيئة الله الأزلية الله خصصه بذلك والله تعالى لو أراد في الأزل لو أراد في الأزل لو خصصنا في الأزل بمشيئته الأزلية أن نكون بطول آدم وعرضه لكنا لكن هذا ما سبق في إرادته يعني في الأزل ما خصصنا ما سبق في إرادته أن خصصنا بهذا الطول الذي كان عليه آدم إنما قبل أن يخلق العالم والكون وانتبه فيما لا بداية له فيما لا بداية له لأننا نقول مشيئته أزلية أبدية يعني ليس لها بداية يعني ما فيك تقول من مئات ملايين آلاف مليارات مليارات بليارات السنين لا الله منزه عن أن يكون له بداية صفاته منزه أن تكون مخلوقة وأن يكون لها بداية إذن في الأزل بمشيئته الأزلية الله تعالى خصصنا نحن في هذا العصر أن نكون بما نحن عليه من الألوان والأشكال والطول والعرض وأن نكون في هذا البلد في هذه المدينة في هذا الحي في هذه المنطقة في هذا الوقت في هذا الزمان هذا كله بمشيئة الله الأزلية لو شاء الله لنا أن نكون كما الحية تمشي على بطنها لكنا من الذي خصص الحية بمشيئته الأزلية أن تمشي على بطنها الله من الذي خصصنا بمشيئته الأزلية أن نمشي على أقدامنا الله من الذي خصصنا بأن نكون بهذا الحجم بدل حجم الجبل الله هو لو شاء في الأزل أن نكون بحجم الجبل لكنا ولو شاء في الأزل أن نكون بحجم حبة العنب بصورة بني آدم لكنا لكن على حسب مشيئته الأزلية وعلى حسب ما خصصنا بمشيئته الأزلية كنا وتكون المخلوقات كنا وتكون المخلوقات إذن ما معنى المشيئة ما معنى الإرادة تخصيص الممكن العقلي أمس شرحنا ما معنى الممكن العقلي قلنا الممكن العقلي ما يجوز في العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى الآن انتبهوا إذن الله بمشيئته الأزلية يخصص هذا الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض بصفة دون أخرى يعني أنا مثلا بهذا اللون بدل أن أكون باللون الشديد السواد هذا بمشيئة الله الأزلية الله خصصني بأن أكون بهذا اللون وهكذا الشكل وهكذا الطول وهكذا العرض فإذن بصفة دون أخرى وبوقت دون آخر الله عز وجل خصص الإمام الشافعي أن يكون في زمن الإمام مالك بمشيئته الأزلية هو سبحانه وتعالى أراد لهم ذلك نحن أراد لنا أن نكون في زمن الإمام الهراري هذا بتخصيص الله تعالى لنا بمشيئة الله الأزلية ليس الآن يشاء ليس الآن أراد لا مشيئة الله أزلية أبدية والذي يعتقد أن مشيئة الله تحدث شيئا بعد شيء أو الآن يشاء هذا ليس من المسلمين هذا ليس من المسلمين يعني هؤلاء الذين قالوا إن مشيئة الله تحدث شيئا بعد شيء بعض الفلاسفة وابن تيمية ومن وافقهم هؤلاء جعلوا الله حادثا مخلوقا متغيرا مجعولا هناك من يتصرف فيه وهذا تكذيب للقرآن والإسلام والعقل فإذن الله بمشيئته الأزلية يخصص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض وبصفة دون أخرى وبوقت دون آخر يعني الله عز وجل هو الذي خصص هذه الممكنات الموجودة في هذا العصر بما هي عليه بما هي عليه وهنا عندما نقول الممكنات العقلية يعني كل الممكنات العقلية سواء كان من الأحياء أو من الجمادات هذا معنى الإرادة هذا معنى المشيئة هو متصف بالمشيئة متصف بالإرادة وإرادته إرادة واحدة وهذا إجماع لأن الذي تحدث له إرادة شيء بعد شيء تحدث له إرادة مخلوقة تحدث له إرادة كانت معدومة ثم وجدت هذا لا يكون إلها هذا مخلوق ضعيف عاجز ثم لو لا أن الله خصص هذه الممكنات وهذه العوالم بأن تكون على ما هي عليه لما وجدت فإذا هو بمشيئته خصصها بأن تكون على ما هي عليه من الصفات قال فيعلم من ذلك أن الله تعالى خصص كل شيء دخل في الوجود بوجوده بدل أن يبقى في العدم وبالصفة التي هو عليها دون غيرها فتخصص الإنسان بصورته وشكله الذي هو قائم حاصل بتخصيص الله تعالى لأنه كان في العقل جائزا أن يكون الإنسان على غير هذه الصفة وعلى غير هذا الشكل ثم تخصص الإنسان بوجوده في الوقت الذي وجد فيه فهو من الله تعالى لأنه لو شاء لجعل الإنسان أول العالم لكنه لم يجعله أول العالم بل جعله آخر العالم ما معنى هذه العبارة هنا المراد من حيث الجنس آخر العالم يعني عندما خلق آدم عليه السلام كانت هذه العوالم خلقت أي عوالم يعني السماوات الأرض الجنة النار الشمس القمر النجوم البحار الأنهار الأشجار التي كانت هذا كله كان خلق قبل آدم عليه الصلاة والسلام وآدم خلق يوم الجمعة بعد العصر يعني لما بنقول أنه عاش بقية الألف في الأرض هو كان عمر ألف سنة 130 سنة عاشها في الجنة ثم هذه المدة التي عاشها في الجنة يعني اللي هي 130 سنة مرت عليه كما ما بين العصر إلى الغروب ثم أنزل إلى الأرض عندما أنزل إلى الأرض هذه المخلوقات كانت موجودة يعني العرش والفرش الجنة والنار السماء والأرض الجن كانوا أيضا خلقوا الملائكة كانوا خلقوا فإذا آدم يعني لما نقول الإنسان المراد الأصل الذي هو آدم أول البشر وأب البشر هو آخر العالم وجودا على هذا المعنى الذي شرحناه ثم ما يقوله بعض الكذابين الدجالين من دكاتر وخطباء ومؤلفين يقولون قبل آدم كان أوادم كثير هذا كذب لو كان قبله أوادم وبشر كثير كيف يكون هو آخر العالم وجودا كيف يكون هو آخر العالم وجودا فإذا قبل آدم لم يكن بشر وقبل آدم وحواء عليهم السلام لم يكن بشر أول النوع الإنساني من البشر هو آدم ثم من آدم خلقت حواء ثم من آدم وحواء خلق الناس البشر خرجوا من آدم وحواء آدم سمي بآدم لأنه خلق من أديم الأرض أي التراب الذي على وجه الأرض أي التراب الذي على وجه الأرض وحواء سميت حواء لأنها خلقت من شيء حي وهو آدم عليه السلام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما خلقت من ضلع آدم الأيسر الأقصر سبحان الله العظيم ثم هذا الأمر أي من آدم وحواء طلع البشر القرآن يشهد له القرآن يشهد له وذلك في قول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس ما أصل البشر أي من آدم وحواء طلع البشر وانتشر البشر فقبلهما لم يكن بشر واحد من الخطباء في بيروت ماذا قال على المنبر قال قبل آدم كان مئة آدم هذا كذب وواحد مصري في التلفزيون ماذا قال أيضا قال قبل آدم كان أوادم كثير انظروا إلى الجهل صار اليوم الجهل له دعايات هناك من يعمل دعايات للجهل لا بيفتحوا لهم الفضائيات وبطلعون على المنيبر سبحان الله كل داعي الضلالة يجد له أتباعا هذا سبق في تقدير الله سبق في مشيئة الله حتى دعاة الضلالة يجدون أتباعا وأعوانا فضائيات منصات منابر ربي يفعل ما يشاء كيف بد تتعب جهنم كيف بد تتعب جهنم ربي يفعل ما يشاء الحاصل قبل آدم لم يكن بشر أعيد لكم انتبه الله يقول في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة مين هيد النفس آدم وخلق منها زوجها انتبهوا حواء ليست بنتا لآدم لما بنقول آدم أبو البشر نعم هذا صحيح ما فيه تعارض ليه لأنه من حيث العموم والغالب والإجمال هو الأصل الذي منه انتشر البشر بس حواء لم تخرج من صلبه من نبيها ليس والدا لها ليس أبا لها إنما خلقت من ضلع آدم والآية ماذا فيها وخلق منها زوجها ما قال وخلق منها ابنتها لا قال وخلق منها زوجها حواء عندما خلقت خلقت طويلة كبيرة مناسبة لطول آدم عليهما السلام ما خلقت طفلة صغيرة قعد يربيها لا إنما كانت طويلة وكبيرة ومناسبة لطول آدم فإذا هذه الآية صريحة أن من آدم خلقت حواء ومن آدم وحواء طلع البشر قال الله تعالى وخلق منها زوجها وبس منهما رجالاً كثيراً القرآن أخبرنا عن آدم وعن حواء والحديث أخبرنا والإجماع على ذلك القرآن والحديث والإجماع على أن آدم وحواء طلع منهما بشر وجاء زكر شيس في الأحاديث وهو ابن آدم وحواء طيب عزعمكم قبل آدم كان أوادم كثير مين هن ومين أشهر ناس كانوا موجودين عزعمكم قبل آدم بعدين إذا كان في بشر قبل آدم من كان الرسول لهم بزعمكم فآدم هو أول رسول يعني هو أول البشر وأبو البشر وأول رسول وأول نبي ولم يكن قبله رسول ولا نبي ولا بشر شو الدليل على نبوة ورسالة آدم القرآن والحديث والإجماع طيب إذا كان على زعمكم قبل آدم كان في أنبياء مين هن هو الأنبياء إذا كان على زعمكم قبل آدم كان في بشر كثير وأوادم كثير من هم وما هي الشريعة التي نزلت عليهم وعلى من نزلت على زعمكم ما فيه إذن آدم كان له شريعة لأنه رسول لأنه رسول الله ماذا قال في القرآن اسمعوا هذه الآية ولكل أمة رسول وماذا قال أيضا إن الله اصطفى آدم آدم وين قبل آدم عزعمكم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وين قبل آدم من كان فيه منهم من آدم وحواء طلعت الزرية أما قبل ذلك من كان هذه الآية أيضا تكذبكم ثم اسمعوا هذه الآية دليل على ما قلناه أن الزرية منهما انتشرت ثم دليل على نبوته ورسالته أيضا إذا قلت لي كيف أقول لك أعيد لكم الآية انتبه إن الله اصطفى آدم إن الله اصطفى آدم قال الصيوطي وقال الحافظ عبد الرحمن أبو الفرج ابن الجوزي والرازي اصطفاه بالنبوة والرسالة فإذا قلت لي لكن أليس ورد في القرآن إن الله اصطفى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك أقول لك أكمل الآية ماذا فيها وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء على نساء العالمين إذن اصطفاء مريم مقيد بي على نساء العالمين فاصطفاء مريم ليس بالنبوة والرسالة لأنه مقيد على النساء طيب اصطفاء آدم مقروم بنفس جنس اصطفاء نوح اسمعوا وانتبهوا إن الله اصطفى آدم ونوحا ونوحا ماذا قال الله في القرآن إنا أرسلنا نوحا إلى قومه إنا أرسلنا نوحا إلى قومه إذا اصطفاء نوح بالرسالة واصطفاء آدم قرن بنفس جنس اصطفاء نوح فبماذا يكون بالنبوة والرسالة إن الله اصطفى آدم ونوحا فإذا نفيتم اصطفاء آدم وقلتم ليس بالنبوة ولا بالرسالة يلزمكم أن تنفوا وتنكروا اصطفاء نوح وقد قال الله تعالى إنا أرسلنا نوحا يلزمكم أن تنكروا رسالة نوح التي نص عليها القرآن التي نص عليها القرآن ونوح لم يكن أول رسول على الإطلاق بل أول رسول على الإطلاق هو آدم طيب بتقول لي فما معنى ما ورد في الحديث أول رسول إلى أهل الأرض فالجواب عن ذلك أول رسول إلى أهل الأرض معناه بعد الطوفان يعني بعد أن كان مات آدم عليه السلام ومات شيس عليه السلام بعد الطوفان أرسل نوح إلى أهل الأرض بعد ذلك وإلا إذا أردتم أن تنكروا رسالة آدم فأجيب عن هذا الدليل الذي ذكرته لكم ولكل أمة الرسول وعلى قول الله تعالى أجيب على زعمكم على قول الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وأجيب عن قول الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا مع قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه يعني اصطفاء آدم مقيد ومقرون باصطفاء نوح الذي نص القرآن على رسالته فلذلك ما جاء في كتب الوهابية من محمد بن عبد الوهاب ومن بعده ومن قبلهم من الجهل الذين يقولون أول رسول هو نوح أين ذهبوا على زعمهم برسالة آدم وبنبوة شيث وبرسالة إدريس أين ذهبوا على زعمهم إدريس جاء بعد نوح لكن إذا كان نوح هو أول رسول على الإطلاق فماذا تقولون في هذه الآيات التي ذكرناها ثم تعالوا بعد هذه الآيات أليس أخبرنا القرآن عما حصل من قصة قابيل وهابيل وأن قابيل قتل هابيل لأجل مسألة القربان الذي تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل ما هو السبب في ذلك مسألة الزواج كيف كان الزواج في شريعة آدم أن الولد الزكر من البطن الأول يتزوج الأنس من البطن الثاني طيب هذه شريعة والشريعة على من تنزل على الرسول طيب هذا على من نزل على آدم يعني آدم كان رسولا فإن نفيتم رسالة آدم جعلتم كل البشر أولاد زنة جعلتم كل البشر أولاد حرام على زعمكم والرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء مستحيل أن يكونوا من سفاح لا يليق أن يأتي الأنبياء ويولد الأنبياء من زنة هذا لا يليق بالمرة فإذا ننتبه معي الله تعالى أنزل شريعة على آدم لأنه هو رسول آدم عليه السلام رسول ثم بعد هذه الآيات ومسألة الزواج في أولاد آدم كان يزوج آدم بعض بنيه من بعض بناته فيزوج الولد الزكر من البطن الأول من البطن الأول الأنسى من البطن الثاني هذا كان الزواج وأما الزنا فكان أن يأخذ الذكر توأمته التي ولدت معه من نفس البطن وهذا لم يحصل ولله الحمد في أولاد آدم هذا ما حصل في أولاد آدم فالذي يريد أن ينكر رسالة آدم كأنه يقول إن البشر أولاد زنة والعياذ بالله كأنه يقول إن البشر إدريس قبل نوح يعني آدم شيث إدريس نوح على هذا الترتيب لذلك قلت فأين يذهبون على زعمهم برسالة آدم وإدريس فالحاصل إذا أنكروا رسالة آدم ورسالة إدريس ونبوة شيث فعلى زعمهم إذا كان نوح هو أول رسول على الإطلاق كل هؤلاء على زعمهم ماذا يفعلون برسالتهم وبنبوتهم فإذن أول نبي ورسول هو آدم عليه الصلاة والسلام ثم شيث نبئ بعد أن مات آدم نزل الوحي على ابنه شيث شيث ابن آدم من صلبه طيب بعد شيث الذي صار يعمل فيهم بشريعة أبيه آدم وصار يعلمهم وكان نزل عليه الوحي بعد شيث عليه السلام جاء إدريس وبين إدريس وبين نوح كانت كانت فترة ثم بعد إدريس عندما حصل الكفر على وجه الأرض بعد إدريس عندما حصل الكفر على وجه الأرض للمرة الأولى حصل أن صار الطوفان وأهلك الله الكافرين بعد أن بعث نوح وكان نوح أول رسول إلى أهل الأرض بعد الطوفان لكن قبل ذلك كان إدريس وشيث وآدم ثم هنا انتبهوا معي بعد يعني هذه الأدلة التي أخذت من الآيات أدلة كثيرة لكن ماذا بقي عندنا الآن الحديث والإجماع أين الحديث روى الحافظ ابن حبان وهو حديث صحيح على شرطه وهو حديث صحيح على شرطه أنه صلى الله عليه وسلم قال عن آدم عندما سئل أنبي مرسل قال نبي مرسل وفي رواية نبي مكلم نبي مكلم هذا في صحيح ابن حبان إذن الآن نكون استشهدنا لذلك بالآيات ثم بالحديث الصحيح ثم ماذا بقي حديث آخر ما هو قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا جيدا فما من نبي يوم إذن يعني يوم القيامة آدم آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وهذا نص على نبوة آدم وهو أول نبي وأول رسول فالآن نكون ذكرنا الأدلة القرآنية والحديثية ماذا بقي عندنا الإجماع من نقل الإجماع على نبوة آدم الإمام الأستاذ عبد القاهر ابن طاهر أبو منصور التميمي البغدادي أين في كتابه أصول الدين في كتابه أصول الدين نحن كثيرا ما نذكر تفسير الأسماء والصفات وكثيرا ما نذكر الفرق بين الفرق هذه المسألة زكرها في كتاب آخر وهو أصول الدين وهو مطبوع وموجود في الأسواق ماذا قال في هذا الكتاب أصول الدين اسمعوا وانتبهوا جيدا قال وأجمع المسلمون وأهل الكتاب على نبوة آدم الله أكبر حتى اليهود والنصارى يعرفون أن أول نبي هو آدم أما الوهابية يقولون أول رسول هو نوح فينكرون رسالة آدم والعياذ بالله طيب لو كان من رسول كيف كانت الشريعة كيف زوج أولاده كما شرحنا الذكر من البطن الأول الأنسى من البطن الثاني إذا كانت على زعمكم منه إذا كان آدم ليس رسولا يعني كان هذا على زعمكم معاشر بالحرام وليس زواجا الزواج يعرف بالشريعة فإذا لاحظوا إلى جهلهم العريض إذا كان اليهود والنصارى بيعرفوا أن آدم أول نبي وهذا ابن عبد الوهاب يقول أول رسول نوح أين ذهبت برسالة آدم نبوة شيس ورسالة إدريس رسالة إدريس منصوص عليها في القرآن رسول بنص القرآن وبالحديث بالإجماع كيف عزعمكم أول رسول هو نوح ثم بعض العلماء ماذا قال أيضا إذا جئتم لبعض الأحاديث أنه أول رسول هو نوح قلت لكم بعض العلماء قال يعني بعض الطوفان وبعض العلماء ماذا قال أيضا قال أول رسول يبعث لقوم كافرين أما قبل ذلك البشر كانوا على الإسلام شو الدليل القرآن في سورة البقرة قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنزرين قال ابن عباس كان الناس أمة واحدة كان البشر قديما كلهم على الإسلام من بعد ما حصل الكفر والشرك عوج الأرض بعد نبي الله إدريس ثم جاء نوح وحصل الطوفان ثم نزل نوح من السفينة وكان بعد أن هلكوا يعني هلك الكفار نزل هو والذين آمنوا معه من السفينة فكان أول رسول يبعث لقوم كافرين قبل أن يحصل الهلاك هو نوح عليه السلام هذا قول آخر لبعض المفسرين والعلماء فعلى هذا زال الإشكال زال الإشكال إذن لا متمسك لكم في أن نوح أول رسول إلى أهل الأرض في الحديث على أنه إنكار لرسالة آدم ونبوة شيس ورسالة إدريس هذا لا متمسك لكم فيه ثم اسمعوا وانتبهوا معي في هذا القول الذي نقلنا فيه الإجماع لأبي منصور البغداد يعني من ألف واثنعشر سنة تقريبا ألف واثنعشر سنة والكتاب موجود في الأسواق أصول الدين تعرفوا شو معنيتها الكلام اليهود والنصارى مع التحريف اللي عندهم اطلعوا على الكتب القديمة فعرفوا منها أن أول نبيه هو آدم وأنتم ما عرفتم ذلك ولا فهمتم ذلك سبحان الله العظيم مع أنكم إخوانهم في التشبيه مع أنكم إخوانهم في التجسيم وفي نسبة الأبوة إلى الله تعالى كما قال ابن تيمية في كتابه شرح حديث النزول صفحة 217 طبعة دار العاصمة سنة 93 يعني ماذا قال في هذا الكتاب شرح حديث النزول اسمعوا قال وأبوكم الذي في السماء يغفر لكم أنتم إخوانهم في ذلك والله يقول لم يلد ولم يولد أنتم إخوانهم في التشبيه والتجسيم وهم تفوقوا عليكم بأنهم عرفوا أن أول نبي هو آدم عرفوا من الكتب القديمة أن أول نبي أول إنسان أرسل إلى الناس على الأرض هو آدم وأنتم ما عرفتم ذلك وأنكرتم ذلك ثم تعالوا بعد الآيات والأحاديث والإجماع ماذا بقي لنا حكم من أنكر نبوة آدم تعالوا معي نقل العلماء مين يعني العلماء؟ خمسمائة عالم بس بكتاب واحد خمسمائة عالم الشيخ نظام الهندي وفقهاء وعلماء الهند اجتمعوا على كتاب بأمر من الخليفة بأمر من الملك بأمر من السلطان بأمر من الحاكم يشتغلوا على كتاب بالمذهب الحنفي اللي اسمه الفتاوى الهندية في المجلد الثاني احفظوا خمسمائة عالم ماذا قالوا في هذا الكتاب؟ أو أقروا أو وافقوا؟ اسمعوا وعن جعفر في من قال آمنت بجميع أنبيائه ولا أعرف لا أدري آدم كان نبي أم لا؟ قال كفر قال كفر ماذا بقي لكم؟ فإذن آدم عليه الصلاة والسلام هو أول البشر وأب البشر وخلق إنسانا هلأ خلصنا من المشبهة والمجسمة اللي بيقولوا على صورته أي صورة لله على زعمهم فقلنا لكم احفظوا كيف تردون عليهم؟ قولوا أكملوا الحديث طوله ستون ذراعا طوله مين؟ آدم إن الله خلق آدم على صورته الضمير عائد على آدم يعني على الصورة التي جعله الله عليها إن شو بيقولوا صورة لله حقيقية قولوا انكملوا الحديث طوله ستون ذراعا طوله مين يعني؟ آدم فإذن هلأ خلصنا من الرد على المشبهة المجسمة جئنا للرد على الداروانية أو هؤلاء الذين يقولون بنظرية داروين اليهودي ما سيقولون؟ يقولون الإنسان القديم والعصر الحجري والإنسان كان قردا ثم تطور حاشا وكلة نحن نتكلم عن نبي رسول كيف بده يسير قرد؟ بعدين يسير نبي رسول لعنة الله عليكم شو هالسخافة هذه؟ يعني على زعمكم من قرد يخرج نبي رسول على زعمكم الإنسان كان قردا ثم تطور ما قلنا أول البشر هو آدم بدليل الآية التي ذكرناها وتعالوا إلى آيات أخرى الله ماذا قال؟ إني خالق بشرا من طين ما قال من قرد؟ قال من طين الله يقول إني خالق بشرا من طين الله ماذا قال؟ ولقد كرمنا بني آدم هل هذا التكريم هو أن يكون قردا؟ حاشا حاشا ثم تعالوا إلى قول الله تعالى في سورة البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين هؤلاء الذين ظلموا واعتدوا وعصوا وفسقوا وفجروا وخالفوا أوامر الله تعالى وأراد لهم الإهانة والانتقام وأن يصير عبرة للمعتبرين إذا كان أصل الإنسان قرد وأرجعهم إلى أصلهم فأين الإهانة في ذلك؟ لكن لما كان أصل الإنسان ليس قردا ماء وتراب وهم بشر وأراد إهانتهم مسخهم إلى غير أصلهم إلى قرد لتكون إهانة لهم ليكون إزلالا ولقد علمتم الذين اعتدوا هذا القرآن ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين إذن القرد خاسئ والقرد خسيس فهل يجوز أن يكون الأنبياء من خسيس؟ وهل يجوز أن يكون الأنبياء من شيء مخلوق خاسئ؟ هذا لا يليق بالأنبياء ولا بعصمة الأنبياء إذا كانت أسماء الأنبياء محفوظة من أن تكون قبيحة أو اشتقت من قبيح هذا ما بيصير حتى في أسمائهم لا يصير فكيف بأبدانهم يخلقون من شيء خسيس حقير خبيث خسيس خاسئ هذا لا يصير وإلا أين الإكرام؟ ولقد كرمنا بني آدم ثم تعالوا إلى شيء آخر عندما مسخوا إلى قردة لو كانوا رجعوا إلى أصلهم لقال الناس وأين التهديد والوعيد في ذلك إن رجعنا إلى أصلنا؟ لكن لما مسخوا إلى قردة يعني إلى غير أصلهم كانت العبرة والموعظة والتهديد والوعيد وهذا الأمر كان لإهانتهم كان لإهانتهم يعني أصل الإنسان ليس قردا وإلا كيف يكون أصل الأنبياء شيئا مهانا ثم أليس في الحديث الصحيح أن عيسى عليه السلام عندما ينزل إلى الأرض يقتل القرد والخنزير؟ ليش يقتل القرد؟ لأنه خسيس القردة لهم أعمالهم خسيسة وفي الحوادث عجائب من أعمال القردة إذا انفردوا بامرأة إذا أمسكوا بنتا لهم أعمال خسيسة ويسرقون ويؤزون الناس لهم أعمال خبيثة ثم إذا كان عيسى يأمر بقتل الخنزير والقرد يأمر أتباعه في الدنيا من أتباع عيسى؟ مسلمين المؤمنين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله هو الأتباع عيسى لأن عيسى مسلم مؤمن نبي رسول طيب اسمعوا معي إذا كان يأمر بقتل القرد والخنزير فكيف يكون؟ والعياذ بالله أصل الأنبياء من قرد هذا لا يليق ولا يصح ولا يجوز تعالوا إلى شيء آخر إذا كان على زعمكم أصل الإنسان قرد فلماذا هناك قرد لم تتطور؟ لماذا بعد أن هناك قرد لم تتطور؟ أن هذه التي تتطورت كانت تأكل سيرة لك وتفاح مؤشر ويحفظوها في البامبرز مثلا وأنتم جميع الداروين كنتم تأكلوا تبن وشعير على زعمكم ما هي السخافة هذه؟ ثم تعالوا إلى شيء آخر كيف كان قرد ثم تطور؟ ثم انتبهوا معي إذا جئتم إلى القضايا الطبية والعناصر الطبية والمسائل الطبية من فئات الدم إلى تفاصيل أعضاء الإنسان كم هي مختلفة عما في القردة؟ هل بتقولولي لكن من بعض النواحي في تشابه؟ أه بقولكم نعم من بعض النواحي هي تشبهكم لكن إذا قلتم إن الأصل هو قرد فأقول لكم على زعمكم إذا أنتم تحتاجون إلى استخراج وطلب قيد عائلة من جنينة الحيوانات بدي يكون جدك وستك أرد وسعدينة يعني وشيدت على زعمك وهذا لا نقول به نحن لكن نقول على زعمكم يعني لما بدك تقول أصل الإنسان قرد بدي يكون بإخراج الأيد العائلة تاعك أنه جدك أرد على أي ششرة كان بأفريقيا وستك كانت شيدت بأي أفاص هذا على زعمك هذا على زعمك وهذا نحن لا نقول به لكن على زعمكم ثم تعالوا إلى شيء آخر إذا كان كما تزعمون أن أصل الإنسان قرد ثم تطور تعرفوا هذا المخرف تبعكم داروين اليهودي المخشخش تعرفوا شو بيقول هو بنفس القضية هذه في كتاب عنده لأله اسمه الأنواع اسمه الأنواع اللي ما طلع عليه جيبه بس بده يكون يقرأ إنجليزي لأنه إلى الآن ما بلغني أنه ترجم إلى العربية ما بعرف إذا ترجم هلأ ما بعرف لكن قبل مدة باللغة الإنجليزية مطبوعة اسم الأنواع داروين نفسه يقول وأنا إلى الآن في حيرة من أمري ولم أصل إلى الحقيقة طيب إذا هو عم بيقول عن حاله محتار ثم ارجعوا إلى الوسائق البريطانية شو هو تعريف النظرية في مرشد المعلمين في قانون الجامعات للنظام البريطاني ممنوع على الأستاذ المحاضر ممنوع على الأستاذ المحاضر أن يوهم الطلبة أن النظرية حقيقة علمية في فرق بين الحقيقة والنظرية أنتوا بتفهموا النظرية واحدة تفركش خبط راسه مثلا بيأجر سعدين بيأجر أرد شايفه قدامه أكبر منه خمنه جده فقال أصل الإنسان قرد صار هذه حقيقة علمية عزعمكم حاشا وكله فرق كبير بين النظرية والحقيقة السابتة العلمية شو هي النظرية؟ ما هي النظرية؟ مجموعة أفكار لا ترقى إلى الحقيقة السابتة مجموعة أفكار لا ترقى إلى الحقيقة العلمية بالأدلة هذه النظرية أما نحن عندنا الحقيقة وعندنا العلم القرآن هو العلم القرآن هو العلم الله يقول إني خالق بشرا من طين الله يقول ولقد كرمنا بني آدم والآيات التي ذكرناها اسمعوا بعد شي ما ذكرناه وفي أدل كتير بعد ومما لم أذكره هذه الآية أي آية إن مسل عيسى عند الله كمسل آدم خلقه من تراب أنتوا عم تقولوا الله كذاب خلقه من قرد لعنة الله عليكم هذا داروين وخسة داروين وخسيسة جميع داروين يتركون القرآن ويكذبونه ويأخذون بمخرف يهودي بعدين إذا كان القانون البريطاني في نظام الجامعات للمعلمين بيقول ممنوع على الأستاذ أيهما الطلبة أن النظرية حقيقة علمية وأنتوا عاملين حرب كرمين نظرية والحقيقة عندنا القرآن هو العلم وما خالف القرآن فليس علما نافعا ما خالف القرآن ليس علما نافعا فإذا هذا على وجه السرعة فالرد على نظرية داروين وكتاب الأنواع بيفضحكم وبيفضحوا لداروين كتاب الأنواع بيفضحكم وبيفضح داروين هو بيقول عن حاله لم يصل إلى الحقيقة وبيقول أنه في حيرة من أمره إذا هو سكران وخرفين ومخشخش شو دخل الناس والبشرية يعملون أحفاد القرآن على زعمه على زعمه جعل البشرية أحفادا للقرآن يعني كل دكتور وكل أستاذة في المدرسة كل معلمة في المعهد بدون يقولوا نظرية داروين وأصل الإنسان قرد بدون ينقال لهم على زعمكم يا أحفاد القرآن أحفاد قرآن جاييني على المولينة بالمدارس منا مقبولي هايدي صوروا بكرة سعادين وقفين بالجامعات عم بيدرسوا والدكتورا قاعدين روسوا على الطبقات شو هالسخافة هايدي إذا كان أحفاد القرآن بدون يدرسوا البشر هذا مرفوض فإذن هذه اسم نظرية كاسدة فاسدة عفنة عفنة لذلك انتبهوا لأولادكم وعلى أولادكم وحصنوهم من النظريات الخبيثة التي تنقض وتحارب وتعارض القرآن والإسلام والدين والعقيدة وما جاء به الأنبياء حاشا لأنبياء الله أن يكون أصلهم من قرد حاشا حاشا هؤلاء الأشخاص السخفاء الدكاترا والأساتزة والمعلمات المساطيل اللي عم بيقولوا بهالنظرية إذا واحد وقف في المحافل الدولية وسلسلهم ركبلهم أسماء أقرود وسعادين وشيتة وحطلهم يهن أسماء أجديدهم وبيقبلوا يا ميس شيتة الآن دورك في إلقاء الكلمة فبالمحفل عم بيقدم الميس شيتة تقوم تحكي تقبل الدكتور سعدين بيقبل السعدان في اللغة اللبنانية يعني القرد غير اللغة العربية الأصيلة الحاصل فلو قال في المؤتمرات الآن كلمة الدكتور القرد فلان الفلاني فليتفضل هل هذا يقبلونه بل سيغضبون ويعترضون ويستنكرون وربما رفعوا دعوة في المحاكم وقالوا إهانة كيف لكم تقبلوا على الأنبياء يا بهائم كيف تقبلون ذلك على الأنبياء والله يقول في القرآن عن الأنبياء وكلا فضلنا على العالمين والحمد لله رب العالمين